اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا بيكم في درس جديد من مادة علم النفس درسنا النهاردة بعنوان تعريف الزكاء عند جاردينر عرف جاردينر الزكاء على أنه القدرة على حل المشكلات في سياقات مختلف قبل ما نفهم تعريف الزكاء عند جاردينر تعالوا نفتكر مين جاردينر ده جاردينر هو من أشهر علماء النفس اللي وضع نظرية الزكاءات المتعددة وفيها رفض فكرة الزكاء الواحد أو الايكيو أو معامل الزكاء وقال أنه بيرفض مفهوم الايكيو لأنه بيصنف الناس إلى أسكياء وغير أسكياء والكلام ده مختلف تماماً مع نظريته في الزكاءات المتعددة اللي كان بيقول فيها أن الزكاءات المتعددة هي زكاءات يمتلكها كل البشر يعني كلنا عندنا زكاءات متعددة كلنا وهي أنواع مستقلة من الزكاءات يعني إيه؟ قال إن كلنا بنمتلك عدد من الزكاءات المتعددة والمتنوعة والمختلفة زي الزكاء اللغوي، زكاء المنطق الرياضي، الزكاء الموسيقي، الزكاء الشخصي وغيرها من أنواع الزكاء جاردنر قال إن فكرة الايكيو أو معامل الزكاء بتصنف الناس لأسكياء وغير أسكياء فقط طب يعني إيه فكرة الايكيو؟ تعالوا نفتكر كده يعني ايكيو؟ ايكيو هو معامل الزكاء أو معدل الزكاء في بيضع العلماء مجموعة كبيرة من الاختبارات أو التساؤلات وبيبتدي يعرضها على الإنسان أو على الفرد والشخص اللي بيحصل على درجة مرتفعة عند حل للاختبار يصنف على أنه زكي والشخص اللي بيحصل على درجة مغن خافضة في معامل الزكاء فبنقول عليه أنه إنسان أقل لزكاء جاردنر رفض الفكرة دي وقال إن كلنا عندنا أنواع مختلفة من الزكاءات والزكاءات دي نسبتها غير ثبتة يعني مش كلنا مثلا عندنا نفس الدرجة في الزكاء اللغوي مش كلنا عندنا نفس الدرجة في الزكاء الموسيقي لكن كلنا عندنا زكاء لغوي ولكن بنسبة مختلف عن غيرنا كلنا عندنا زكاء موسيقي ولكن بدرجة أو بنسبة مختلف عن غيرنا تعالوا نشوف أول زكاء عند جاردنر أهم الزكاءات عند جاردنر الذكاء اللغوي يشير إلى قدرة الفرد على يقصد بيتعريفه أولاً فهم واستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة بإيه؟ بطلاقة ومرونة سعروا كده برح أولاً بيقولي فهم واستخدام يعني عقلي بيقدر يدرك اللغة وفي نفس الوقت بقدر أستخدمها يعني بقدر أتكلم أو أكتب ما أنا اللغة عندي باستخدمها بطريقتين يئما بتكلم بيها يئما بكتبها أنا مش شرط أن أتكلم بالصوت أنا ممكن أكتب كلمات طيب الفهم والاستخدام دول بيتموا بكام طريقة بطريقتين طلاقة ومرونة إزاي طلاقة؟ أما أقولك اكتب موضوع تعبير فأنت تروح كاتب لي موضوع تعبير مكون من عشرين صفح ياه ده أنت عندك طلاقة يعني عندك كسرة في استخدام اللغة طيب حاجة تانية فهم واستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة بيتم بمرونة يعني إيه مرونة؟ يعني اختلاف يعني تنوع إزاي كلمة أشكال وكلمة أنماط وكلمة أنواع كلهم لهم نفس المعنى فأنت لو أدركت أو فهمت أو استخدمت التلات كلمات دول بنفس المعنى يبقى أنت عندك مرونة لغوية تانية حاجة في الزكاء اللغوي استخدام اللغة في القراءة والكتابة يعني أقرأ مستخدمة للغة بشكل سليم وفي نفس الوقت أكتب بشكل سليم تالت حاجة تكوين وتركيب الجمل تركيب وتكوين الجمل طبعاً الأطفال بياخدوهم في مراحل مبكرة من حياتهم إحنا دلوقتي خلاص وصلنا القدر كبير من تركيب وتكوين الجمل إزاي؟ إن أنا أقول مثلاً أن الجملة بتتكون من فعل وفعل ومفعول هالجمل إسمية ولا جمل فعلية وفهم إزاي أركبهم بطريقة سليمة يبقى الشخص ده عنده قدر مرتفع من الزكاء اللغوي اللي بعد كده فهم المعاني يعني فهم معاني الكلمات يعني قرأت قصيدة الشعر الجاهلي مثلاً لقيت نفسك فهمتها كلها ومفيش ولا كلمة وقفة قصادة كل الكلمات مفهومة ومعانيها واضحة بالنسبالك يبقى أنت كده عندك قدر كبير من الزكاء اللغة حاجة كمان التواصل مع الآخرين مقصود بيت تواصل مع الآخرين مقصود بيت استخدام اللغة في التحدث مع الآخرين إزاي؟ أوصل أفكاري أو تعبيراتي للآخرين بعد كده تعبير الفرد عما يدور بداخله أحياناً بيبقى جواناً كلام كتير جداً جوه دماغنا بس مش قادرين نستخدم الكلمات المناسبة في التعبير عنه والشخص ده عنده قدر منخفض من الزكاء اللغوي طب الشخص بقى اللي عنده كلمات كتير ومعاني كتير داخل دماغه أو داخل عقله وإدر إزاي يوصلها أو يعبر عنها بطريقة سليمة يبقى الشخص ده عنده قدر مرتفع من الزكاء اللغوي وتاني الزكاءات المتعددة عند جاردنر كلنا عندنا الزكاء لكن نسبته هي اللي بتفرق من شخص إلى آخر بعد كده عايزين نتعرف على خصائص أصحاب الزكاء اللغوي يعني إيه خصائص أصحابه؟ يعني مميزاته أنت دلوقتي عندك زكاء لغوي إيه هي صفاتك؟ إيه هي مميزاتك اللي بتميزك عن غيرك؟ أولاً طلاقة التحدث والتعبير قلنا يعني إيه؟ طلاقة القسرة في استخدام اللغة يبقى تاني كلمة الطلاقة مقصود بيه الكسرة في استخدام اللغة أو المعاني أو المفردات تاني حاجة دقة صياغة العبارات البلاغية زي الكتاب أو الأدباء أما بنلاقيهم كاتبين قصة كلها عبارات رنانة وتجذب الإنسان معنى كده أنه هو صغل الجملة بطريقة جذبة تجذب من يقرأها أو من يستمع إليها تالت حاجة حب السجع والتلاعب بالألفاظ أنا عندي نحاكتين حب السجع يعني إيه السجع؟ السجع مقصود بيه إن الحروف الأخيرة في الكلمات متشبهة أو الكلمات الأخيرة في الجمل متشبهة زي ما بنشوف في الشعر مثلا أو في الجمل المختلفة في القصص مثلا زي عبارة مثلا الصوم حرمان مشروع وتأنيب بالجوة وخشوع لله وخضوة أنا هنا عملت إيه؟ عملت سجع نهايات الكلمات متشبهة شوفوا الكلمات بتجذبنا إزاي؟ طيب تعالوا بقى ناخد الجزء الثاني من الجملة التلاعب بالألفاظ إزاي؟ أما أقول لك مثلا صليت المغرب في المغرب أنا عندي مغرب ومغرب أقصد إيه؟ أقصد أقول إن أنا صليت الفرد اللي اسمه المغرب في الدولة أو في المدينة اللي اسمها المغرب طيب الخاصية اللي بعد كده الاستمتاع بالألعاب الكلامية إزاي؟ لعبة كده كلكم بتلعبوها اللي هي جماد وإنتان حيوان إزاي أنت بتقدر تفهم كويس أو إزاي تقدر تجيبي الكلمات اللي بتعبر على العنوين المختلفة اللي عندك بعد كده ضحض الحجة بالحجة يعني إيه ضحض؟ ضحض يعني الطال فكرة بفكرة حد قال لي جملة معينة أو مقولة معينة المقولة دي غلط من وجهة نظري فأنا هبطلها أو هبين خطأها وديله جملة تانية تكون أصح منها سادس حاجة الخطابة من خصائص أصحاب الزكاء اللغوي تميزهم بقدرتهم على الخطابة القاء الخطب المختلفة العبارات الجذابة يتضح ويظهر الزكاء اللغوي عند كلنا عندنا زكاء اللغوي زي ما اتفقنا أو عني ننسى الموضوع ده بس بنسب مختلف تب مين أكتر ناس أو أكتر أفراد بيتميزوا بقدر مرتفع من الزكاء اللغوي الشعراء نصري بتكتب شعر الخطباء الكتاب نصري بتكتب قصص أو مقالات المعالمين بالذات طبعا معالمين اللغة العربية والمفروض أن المعالمين بصفة عامة يكون عندهم قدر كبير من الزكاء اللغوي يمكن تنمية الزكاء اللغوي من خلاله احنا ما أخدنا الزكاءات المتعددة عند جاردنر قلنا حاجة مهمة جدا قلنا إن الزكاء موروث يعني إيه موروث؟ احنا بنتولد بنسبة معينة من الزكاء جاردنر قال إن أنا ما ينفعش إن أنا أقتصر بس على ما هو موروث ده فيه دور كبير جدا للمؤسسات التربوية أو مؤسسات التنشاء الاجتماعية في تنمية الزكاء مش معنى إن إنسان مولود بقدر منخفض من الزكاء اللغوي إن القدر ده هيقدر مستمر مع مدى الحياة هنا لازم نجد دور المؤسسات التربوية أو مؤسسات التنشاء الاجتماعية في تنمية الزكاء يبقى الزكاء موروث ولكنه قابل للتنمية وده اللي كان بيأكد عليه جاردنر في فكرته عن الزكاءات المتعددة أولا عشان أقدر أنمي الزكاء اللغوي أعمل حاجة اسمها التدريب على كتابة موضوعات التعبير دايماً أول سؤال في امتحان اللغة العربية أكتب موضوع تعبير عن ناس كتير بتتدايق منه موضوع ده مهم جداً لأنه بينامي الحصيلة اللغوية عندنا أو بيزود الحصيلة اللغوية عندنا تاني حاجة كتابة القصة القصيرة برضو من ضمن الحاجات اللي بتاخدوها عشان تنمي الزكاء اللغة بتاعك أكتب قصة قصيرة عن ويسيب لك الموضوع بقى اكتب زي ما انت عايز وليكن عن الحرية عن العدالة بس لقصة صغيرة هتقدر تجمع أفكارك ويبقى عندك بعض المفردات اللي بتساعدك على تنمية الزكاء اللغوي ممكن تاني أنمي عندي الزكاء اللغوي من خلال كتابة الشعر أو المقال ممكن أعمل حاجة كمان تسميع الكلمات والجمل والنصوص لنفسك قبل تسمعها للآخرين يعني حفصت كلمات معينة أو معاني كلمات لعدد من الأبيات الشعرية المفروض قبل ما تروح تسمعها للمدرس توفل بيت مع نفسك وتروح تسمعها كتير لنفسك ده بيزود عندك الزكاء اللغوي تطبيق عن الزكاء اللغوي يعني إيه تطبيق؟ تطبيق ما أصبح بيه مثال بقى عملي أنا هنفذ إزاي أنمي الزكاء اللغوي بتاعي أولا أكتب خطابا لصوديق خارج مصر عن رحلتك لأحد المعالم السياحية في مصر إزاي؟ رحت رحلة وليكن إلى الأهرامات تفرقت وشفت إزاي بقى تحول وجهة نظرك عن الرحلة السياحية الجميلة اللي أنت شفتها دي وتحولها لكلمات أو فقرات وتبعتها في هيئة خطاب لصديق خارج مصر تاني حاجة سجل الأحداث التي مرت بك خلال الأسبوعين الماضيين ثم ضعها في شكل قصة إحنا قلنا من ضمن الأساليب اللي أنا بنامي بيها الزكاء اللغوي إن أنا أكتب قصة قصيرة فأنا دلوقتي مرت بيها في خلال الأيام السابقة أو الأسبوعين الماضيين أحداث كتير جدا إزاي أحولها لقصة؟ طب هو يعنيه قصة أصلا قصة إن أنا يبقى عندي شخصيات عندي بداية عندي وسط وعندي نهاية إزاي أحول الكلام العادي اللي كان جواهة دماغي ده لحاجة لها معنا في شكل قصة تعالوا بقى نشوف السؤال هنا ممكن إيجالنا إزاي؟ اختر الإجابة الصحيحة عرفة إيه؟ بأنه إمكانية إيجاد حلول للمشكلات تمكن من حجد معارف جديدة التعليم أو التعلم ولا الزكاء ولا النمو ولا الشخصية إيه اللي عرفة بأنه إمكانية إيجاد حلول للمشكلات؟ تعالوا كان نفتكر جاردنر جاردنر قال إيه؟ إن الزكاء هو القدرة على حل المشكلات في أي نوع من السياقات يعني أي مشكلة عندي في أي سياق ممكن أن أحلها بمنتهى السهولة باستخدام الزكاء يبقى عرفة الزكاء بأنه إمكانية إيجاد حلول للمشكلات تمكن من حجد معارف جديد السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة الزكاء عنده مين؟ عبارة عن مجموعة من المهارات التي تمكن الشخص من حل مشكلاته مين اللي أشار إلى أن الزكاء هو عبارة عن مجموعة من المهارات العقلية اللي بتخلي أي شخص يحل أي مشكلة في أي وقت؟ هل هو أرستو؟ ولا تيرمان؟ ولا سبيرمان؟ ولا جاردنر؟ الإجابة هي جاردنر السؤال اللي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة من الأدوات المقترح استخدامها مع أصحاب الزكاء نقط الكتب والمحاضرات وتسجيلات الصوت والفيديو إيه هي الأدوات اللي باستخدمها مع أصحاب الزكاء أي نوع من أنواع الزكاء اللي أنا ينفع أستخدم في المعاملة معاهم الكتب ناس بتكرأ المحاضرات اللي أنا باديهم معلومات صوتية أو تسجيلات صوت مين؟ يبقى هم أصحاب الزكاء اللغوي اختر الإجابة الصحيحة شوف السؤال ده كمان يكون لدى أصحاب الزكاء نقط مهارات سمعية حصة بالكلمات السمع متطورة وحساسة يعني أحسن من غيرهم تجاه الكلمات وفهم أفضل لمعانيها وتكون الكراءة هي أفضل السبل لتعلمهم ناس معينين عندهم نوع من أنواع الزكاء مالهم القراءة بالنسبة لهم هي أفضل الطرق أو السبل لتعلمهم أي نوع من أنواع الزكاء؟ هل هو المنطق الرياضي مثلا؟ لا ده هنا بيقول لي مهارات سمعية وإن القراءة القراءة ما جابش سرط النحية المنطقية أو استخدام الأرقام طب يطرى هو الزكاء اللغوي ولا الزكاء الاجتماعي ولا الزكاء البصري المكاني هنا بيقول لي مهارات سمعية في نفس الوقت القراءة هي أفضل السبل يبقى الإجابة هي أصحاب الزكاء اللغوي الزكاء المنطق الرياضي نحن كنا نتكلم عن الزكاءات المتعددة عند جاردنر وإن جاردنر قال إن الإنسان بيمتلك العديد من أنواع الزكاءات الزكاءات دي موجودة بنسب مختلفة تختلف عند الفرد نفسه وتختلف من فرد إلى آخر مما يجعل الفرد مميزاً فيه زكاء دون الآخر الزكاء الثاني عندنا هو الزكاء المنطقي الرياضي يشير الزكاء المنطقي الرياضي إلى قدرة الفرد على استخدام الأعداد والرموز المجردة إزاي؟ لو أنا قلت لك دلوقتي 2 في 2 بتساوي فأنت عملت إيه؟ مخك رح محول الكلمات لحاجات أو رموز مجردة غير ملموسة داخل عقلك ورحت مفكر وقلت لي 2 في 2 بربعة أنت كده عملت إيه؟ استخدمت الأعداد والرموز المجردة يبقى أنت عندك قدر كبير من الزكاء المنطقي الرياضي حاجة تانية آه ممكن عارفيني ما بنجي نستخدم سين وصاد وعين في المسائل؟ أنا كده باستخدم رمز مجرد تاني حاجة بيشير ليها الزكاء المنطقي الرياضي هي قدرة الفرد على تنظيم العلاقات يعني إيه علاقات؟ أنا عندي قدر كبير جدا من العلاقات الرياضية أو العلاقات المنطقية أبسطها زي ما احنا كنا بناخد كده في الرياضيات العلاقة التردية والعلاقة العكسية أو الأرقام الزوجية والأرقام الفردية إزاي أنا ممكن أديك أرقام كتير؟ كتير قوي وحط لك عنوانين قول هنا أرقام زوجية وهنا أرقام فردية وقول لك ودي كل رقم بالعنوان بتاعه أو صل كل رقم بما يناسبه من علاقة أو علاقة أكبر وأصغر ثالث حاجة القدرة على الاستنتاج يعني إيه استنتاج؟ الاستنتاج هو عملية عقلية يعطي الإنسان فيها سبب وتفسير عن ما يحدث من أحداث مختلفة أو من مواقف مختلفة زي ما أقول لك مثلاً سين تربيع بتساوي أربع إذن سين بتساوي كام؟ فأنت هتقول لي بتساوي أتنين كده عملت استنتاج حاجة كمان هو استخدام الأرقام في الوصف والتحليل والتصنيف يعبر الزكاء المنطق الرياضي عن قدرة الإنسان عن استخدام الأرقام في أي شيء أي شيء إزاي في الوصف؟ يعني مثلاً بقول لك التربيعزة دي طولها قد إيه؟ فأنت لو الزكاء المنطق الرياضي منخفن عندك شوية ممكن تقول لي هي كبيرة طب أنا كبيرة استفدت إيه؟ لكن لو قلت لي ده طولها متر ونصف ده طولها اتنين متر يبقى أنت كده استخدمت لإيه؟ الأرقام في الوصف اللي بعد كده قدرة الفرد على التفكير العقلاني التفكير المنطقي والبعد عن التفكير الخرافي اللي بعد كده حل المشكلات بطريقة علمية اتباع أسلوب حل المشكلة وهو الشعور بالمشكلة تحديد المشكلة فرد الفروض واختبار صحة الفروض لو أنا عملت كده يبقى أنا عندي قدر كبير من الزكاء المنطقي الرياضي تعالوا بقى نشوف خصائص أصحاب الزكاء المنطقي الرياضي يعني إيه خصائص؟ يعني مميزات ما يتميز به أصحاب الزكاء المنطقي الرياضي أولاً القدرة على استنتاج العلاقات الرياضية هلست قايلين يعني علاقات أكبر وأصغر ترتيب تصعودي وترتيب تنازلي علاقة ترضية علاقة عكسية ده كله مقصود بالعلاقات الرياضية تاني حاجة حب التعامل مع الأرقام شخص بيحب أو بيميل أن هو يستخدم الأرقام في الوصف أو التحليل أو التصنيف بعد كده الاستمتاع بإجراء عمليات القياس والتفكير المنظم يمكن النقطة دي قريبة جدا من النقطة اللي فوق ليه حب التعامل مع الأرقام سينا بيقول لي أن الشخص اللي عنده نسبة مرتفعة من الزكاء المنطقي الرياضي بيميل دايماً لإجراء عمليات القياس باستخدام مثلاً الأدوات اللي احنا شايفينها قدامنا رابعة خاصية من خصائص أصحاب الزكاء المنطقي الرياضي التعبير بلغة الأرقام أكثر من الألفاظ بيحب يستخدم الأرقام أكتر أكتر من استخدامه للكلمات أو الأصوات اللي بعد كده التعامل مع الرسوم البيانية أصحاب الزكاء المنطقي الرياضي بيبقى سهل عليهم دايماً أن هم يتعاملوا مع أي رسم بياني يعني إيه كلمة يتعاملوا؟ يعني فهم الرسم البياني ما شوفوا رسمة قدامهم كده وأجي أقول لهم إيه؟ أعلى مستوى أو أعلى رسم بياني هيقول لي رقم 3 طب أقل 1 هيقول لي رقم 0 يبقى أنا كده فهمت الرسم البياني أو عرفت أتعامل مع الرسم البياني سادس حاجة إجراء التجارب في البيت والمدرسة الناس اللي عندهم قدرة مرتفعة على الزكاء المنطقي الرياضي بيحبوا دايماً إجراء التجارب إجراء التجارب سواء في البيت أو المدرسة بعض الناس اللي عندهم معمل صغير بتاعهم في البيت بيحبوا يجربوا أي حاجة شافوا فكرة معينة على اليوتيوب أو شافوا فكرة معينة في التلفزيون بيحبوا يجربوا في البيت سابع خاصية من خصائص أصحاب الزكاء المنطقي الرياضي إقبال الفرد على الأنشطة العلمية أكثر من غيرها بيميل دايماً للناحية العلمية زي ما قلنا شاف تجربة معينة في مكان في التلفزيون أو على الإنترنت بيحاول يقلدها ممكن بيبتعد شوية على الأنشطة الأدبية يعني ممكن مش بيميل إن هو يقرأ كتير بس تيميل إن هو ينفذ أكتر يعمل تجارب علمية أكتر يظهر الزكاء المنطقي الرياضي عنده مين الناس اللي عندهم أكتر نسبة مرتفعة من الزكاء المنطقي الرياضي إحنا اتفقنا إن الزكاءات المتعددة تاني موجودة عندنا كلنا ولكن بنسب إيه؟ مختلف عشان كده كل شخص بيتميز عند غيره موجود الزكاء المنطقي الرياضي بنسبة مرتفعة جداً طبعاً عند معلمي الرياضيات عند مين تاني؟ المحاسبين ناس بتستخدم الأرقام كتير الباحثين برضو محتاجين يستخدموا التفكير العلمي والمنطقي والعقلاني أكتر بعد استخدام الأرقام والأساليب الإحصائية مين كمان؟ العلماء والمفكرين يستخدموا طبعاً التفكير البنطقي الرياضي بنسبة أكتر من غيره إزاي ممكن أنمي الزكاء البنطقي الرياضي؟ نعونا إن الزكاء موروث ولكنه قابل للتنمية من خلال المؤسسات التربوية المختلفة بنميه من خلال إيه؟ التدريب على القيام بالعمليات الحسابية والرياضية بشكل يومي زي الطلبة اللي هم علم الرياضة ما ينفعش إن هم يعودوا أسبوعاً مثلاً ما يحلوش مساء الحسابية لو عملوا كده وجوم يحلوا تاني يحسوا لأ إن مخهم بقى كسلان شوية فالحل إيه؟ الحل إن ما فيش يوم يعدي تقريباً إلا ما يقوموا ببعض العمليات الحسابية أو يحلوا بعض المسائل الرياضية تاني حاجة ممكن أنمس دكاء المنطقة الرياضية من خلال إجراء عملية الترتيب والتصنيف باستمرار أرتب أكبر وأصغر مثلاً ممكن أعمل إيه كمان؟ أحل الألغاز يعني إيه الألغاز؟ المشكلات؟ حل المشكلات، المشكلات نفسها والمواقف الصعبة في حد ذاتها الألغاز رابح حاجة ربط المعطيات بالمطلوب دائماً إزاي؟ أما باجأ حل أي مسألة الرياضية بيديني إيه؟ بيديني حكتين بس بيديني المعطيات وبييديني المطلوب وطالب مني أتوصل للبرهان طب إزاي ممكن أتوصل للحل؟ أنا لو ربط المعطيات اللي عني بالمطلوب اللي هو طالبه مني بمنتهى البساطة هقدر أتوصل لحل لأي مشكلة ممكن تواجه خامس حاجة القيام بالحساب الزهني يومياً زي ما قلنا في أول نقطة إن أنا دايماً بقوم بالعمليات الحسابية والرياضية باستمرار دايماً أقوم بالحساب الزهني يعني بشتري حاجة من محل وعايز أحسب الحاجات اللي أنا اشتريتها ما ينفعش إن أنا روح مطلعة على الموبايل أو مطلعة على حسبة أو روح حسبة عليها طب أنا مخي فين؟ أنا لازم باستمرار أنمي مخي على الحساب الزهني بدون استخدام أدوات تطبيق عن الزكاء المنطقي الرياضي قلنا يعني إيه تطبيق؟ تطبيق مقصود بيه مثال إزاي ممكن أنمي الزكاء المنطقي الرياضي بيقولي مثلاً لو أنت عايز أتنمي زكائك المنطقي الرياضي يعملي إيه؟ تابع نشرة الأرصاد الجوية لمدة قد إيه؟ لمدة أسبوع طب هنعمل إيه بعد كده؟ ولاحظ العلاقة أنا في الزكاء المنطقي الرياضي اللي كان بيفهمني العلاقات بين المتغيرات المختلفة بيقولي ولاحظ العلاقة بين درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو هنا أتابع نشرة الأخبار وأسمع كل يوم درجة الحرارة قد إيه ونسبة الرطوبة قد إيه وشوف إيه هي العلاقة استنتج فاكرين استنتاج؟ استنتج ما هي العلاقة ما بين درجة الحرارة ونسبة الرطوبة طيب حاجة كمان قم بعمل إحصاء إحصاء عد لأعداد الأميين في قريتك أو الحياة اللي تسكن فيه بعد كده صنفهم لذكور وإناس وأطفال وكبار عاملين وغير عاملين يعني أنا هعد كل الأميين اللي موجودين في القرية عندي أو الحياة عندي بعد كده بعد ما هعدهم أقسمهم فاكرين عمليات التصنيف الترتيب بصنف ذكور وإناس في نفس الوقت الذكور في منهم أطفال قد إيه وكبار قد إيه طب وبصفة عامة سواء ذكور أو إناس في منهم قد إيه عاملين يعني بيشتغلوا وقد إيه غير عاملين يبقى أنا من خلال التطبيق البسيط ده ممكن أنمي عندي الذكاء المنطقي الرياضي تعالوا بقى نشوف السؤال هنا ممكن يجي إزاي اختر الإجابة الصحيحة الزكاء نقط يعتمد على ربط الأمور ببعضها لاستخلاص نتيجة ما نتيجة أنا طالع نتيجة إيه الحاجة اللي بتقوم على التفكير عشان استخلص نتيجة هل هو التفكير المنطقي الرياضي ولا التفكير اللغوي أو الزكاء اللغوي ولا الزكاء الاجتماعي ولا الزكاء البصري المكاني هنا بيقول لي بربط الأمور ببعضها بربط عن طريق العقل عشان استخلص نتيجة بمعنى كده أن الموضوع ده موضوع عقلي يعني موضوع منطقي رياضي يبقى الإجابة هي رقم واحد الزكاء المنطقي الرياضي تاني سؤال اختر الإجابة الصحيحة الزكاء نقط يتميز بفهم أفضل للأنماط والعلاقات من الزكاء الخاص بالعلاقات ما بين المتغيرات المختلفة هل هو الزكاء الموسيقي ولا الشخصي ولا الاجتماعي ولا المنطقي الرياضي حد بيفهم لي الأنماط والعلاقات المختلفة بين المتغيرات يبقى هو الزكاء المنطقي الرياضي وبكده يبقى وصلنا لنهاية الجزء التاني والأخير من موضوعنا تعريف الزكاء عند جاردنر وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر